السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة اليوم في مقابلات خاصة نستقبل بنت من تونس بش تحكينا على موضوع ياسر حساس بالحقيقة أنا اتصلت بياسر من البنات وطلبت منهم بش يحكيوا في هذا الموضوع وهي ما يطلق عليها كلمة عاهرة أو قحبة أو شرموطة أو شليتة أو زانية يعني هي عندها ياسر تسميات عند الشعوب الناطقين بين قوسين بالعربية ورغم اللي اتصلت بكثير من البنات يعني من كل تقريبا الجنسيات وحتى اني اتصلت بمن هو ويحترف هذه المهنة معنى النجم وقوله يعني عاهرة بالفعل بيأتم معنى الكلمة وطلبت منهم اننا نحكيوا في هذا الموضوع لكن مع الاسف رفضوا اكثرهم رفضوا معنى انت سواء الي تخدم انت كعاهرة أو قحبة رفضت حتى انه تتكلم حتى مغير متوري وجهة رفضت تتكلم على هذا الموضوع من عرشان عليش هذا الموضوع جد حساس عنده اهمية كبيرة في المجتمعات الناطقة باللغة العربية وأخيراً لقينا واحدة بشتحكي في هذا الموضوع أهلا وسهلا يارا عصليما عصليما كريم تنجمشي تعرفنا بنفسك يارا 26 سنة من تونس عملت بارش حاجات في حياتي وعندي تجربة بسيطة في الحياة ولكن بالنسبة للبنات اللي في عمري انا نتسمى عندي اكثر منهم تجربة في بارش مجالات في بارشة مجالات يعني يعني عشت أكثر سفرت تقريت خدمت عملت دخلت في بارشة حاجات يعني وبرشة دومانات وهذا الكل بطبيعة يخلق التجربة تنجمشي تذكرنا بعض الدومانات اللي بعنتها كسبت فيهم تجربة مثلاً بو انا كنت في المنتخب الوطني متع رياضة فردية في تونس للمدة خمس سنوات وتقلقت يعني في المحافلة الدولية والتواجد ومبعد مشيت يعني عملت أفياسيون كيف كيف خبرة يعني تجربة تاع أربع سنوات فهمت ومبعد خرجت وقريت حقوق ويعني عملت رقص أعملت كبارشة حاجات في كل دومان تدخلوا بشتعرف ناس بشتعرف طرق يعني متع معاملات جديدة وبشتعرف كيف ما يقولوا كل دومان وعندو ناس وعندو حاجات الخاصة عندو لغاجل متاع المعاينين أوكي يارا احنا الموضوع متاعنا اليوم حول كلمة قهبة هل تعرفت في حياتك لهذا اللفظ في المجتمع اللي انت عايش فيه أكيد أكيد بطبيعة بما أنه أنا نعيش في تونس يعني طولت في تونس ومراهقتي لكل عاشتها في تونس وكبرت في تونس ويعني حتى كيف نسافر ولا حاجة يعني التربس أو خدمة مش أكثر فهمت لكن مستقرة في تونس نعيش في تونس وتعرفت المصطلح هذا كيف ما بارش أبنيت في تونس أما أنا مايقلقنيش من الأول يعني كنت نأخذ الأمور بحساسية أو نتقلق أو تكون عندي ردود فعل يعني متاع نبكي وإلا نعمل غياكسيون فهمت لكن بعد انضجت أكثر وفهمت يعني ما عادش يهمني ما عادش يقلقني أصلاً وفهمت يعني الكلمة هذيكة مايش محصورة يعني في مايش حاجة خائبة فهمت زيدة اللي فيها حاجات بيها تونقلك عليش باه وقتا تتعرفت لهذه الكلمة يعني شو مفهومك لهذه الكلمة باه بالنسبة لي أنا يعني أول مرة تعرفت على المصطلح في اللغة العربية الهضبة أو جزء من الوردة أو يعني عنده برشة معاني فهمت لكن الكلمة العاهرة يستعملوها في العالم الكل يطلقوها على نساء يتمارس الجنس بمقابل لكن في مجتمعاتنا الشرقية وخاصة تونس يعني نقول مجتمعاتنا الشرقية بيش ما نقولش العربية المسلمة فهمت ما نحبش نستعمل المصطلح هذا فهمت أو حتى تكون صادقة أو مختلفة يعني جزء إنها تكون هيا يكفي إنها تكون يعني عاهرة فهمت؟ في نظرهم هما بتبقى طبعاً أنتي قلت اللي مع أنت المصطلح هذا يستعمل عادةً مع أنت عالمياً على أساس إن المرأة التي تعمل الجنس بمقابل صحيح؟ صحيح لكن نشوفوا يعني مثلاً الزواج والمهر ليس نوع من العهر؟ أكيد أكيد هذا في ثقافة الإسلام يعني وحتى الثامن يكون في بعض الحالات رخيص جداً فهمت؟ كل هو يعني فما ديانات من الأول يعني يخذوا القدس والمرأة وكانت المرأة يعني شب معناها في مكانة إله فهمت لكن في الديانات البراهيمية الأديان البراهيمية لكلها جعلت المرأة مخلوق من درجة ثانية يعني فهمت وحقرت من شأن المرأة وجعلت منها عورة وجعلت منها من ظل عن أعوج ويعني ناقصات وعقل ودين وغيره من المصطلحات يعني هذا الفكر أصلاً ما وش من المجتمع يعني المجتمع التبنيه أنت بأفكار معينة أنت اللي تسيروا كان أنت تجي تحط المعتقد معناها تحط المعتقد متاع الناس هكا وتحط قانون بايكزامبل المرأة حتى في القانون حقها ما تخوهوش ما تخوهوش فهمت وجي في الخدمة بايكزامبل تعطيها اشتر حقها على خطرها مرأة وفي الميراث تخوش تر حقها فهمت أقل من خوها يعني أكيد بطريقة أو بأخرى يعني تحس اللي المجتمع يحقر من المرأة هذا الناس كل ما حتى اللي يقولوا ليه وأنا فيمينيست وأنا مع المرأة وأنا مع المرأة الحرة هذا الكل اللي يدعيها في الظاهر لكن في الحقيقة في الواقع سيخطيرا حاجة أخرى بالفعل يعني هوني معانتها حسب ما فهمت من كلمك إنه مصطلح يعني قحبة أو عاهرة هي حالة صحية يعني قد ما يكثر العاهرات في المجتمعات نتعنى دلالة على إن المرأة دات تتحرر من القيود اللي فرضها عليها الإسلام والتقاليد الجاية يعني معنتها أنت طوى مثلاً كي واحد يقول لك مثلاً قحبة ما تقلقش بيانسور ما تقلقش بالفعل ما تقلقش لأنه من اللول كنت نتقلق لأني فهمة نعرف المعنى اللي نعرفه أنا العاهرة هي اللي تتعمل الجنس بمقابل لكن أنا في الوقت هذكا لاني نمارس في الجنس ولاني ناخوه في مقابل تعالش نوع يقول لي يعني عاهرة جوست أو أنا بش نقول لك التوينسة ما يفرقوش ما بين الحرية الشخصية والحياة الشخصية متاع الإنسان ويحكمو على الناس بالمظهر يعني مش شكل من طريقة لبستك يكفي أنك تلبس لبسة معينة أو تشد كيس في يدك أو سجارة أو يعني تتمارس الرقص أو الرياضة أو أنك تكون مرأة يعني عايش حياتك عايش حياتك نفسك ما وش حتى حد هذا وحده يكفي أنك تكون عاهرة في مجتمعنا فهمت وبالنسبة لك أنت يعني كيف قتل المرأة أنها تكون عاهرة هذي حاجة به هي أكيد أكيد لأنه لأنه المرأة اللي ما يتقالش عليها قحبة يعني مرأة أولا عورة هذي أول حاجة هي في حد ذاتها تحس نفسها عورة تغتي تخاف تحشم من بدنها تحشم بش تقابل الناس المرأة اللي يتقال عليها شاريفة فهمت؟ من تواجهش المرأة شاريفة كيف يظلمها حد تسكت هذيك التربية في مفهومها في مفهوم العام يعني لكن في المفهوم الصحيح الشرف والتربية حاجة أخرى لازمك ما تسكتش على حقك هذيك الشرف لازمك ما تسكتش للظلم هذيك هو شرف لازمك تكون أنت تكون كيف ما أنت كيف ما أنت تحب تكون تنافق أنت الناس وتنافق المجتمع وتنافق روحك قبل كل شيء بش تكون شاريفة يعني أنه مرأة تكون عاهرة فكريا بالنسبة ليا أنا وبالنسبة يعني ما وش ليا أنا كهو بالنسبة يعني للمنطق للعقل لمرأة الشاريفة أي العاهرة فكريا عليش؟ على خطر الشرف ما وش مربوط بالجسدة كهو لازمك تكون شاريفة أخلاقيا وبيش تكون شاريفة أخلاقيا المجتمعنا كيف أنت يعني تمارس الشرف أخلاقيا وفكريا المجتمع بش يرضك المجتمع ما يقبلش المرأة الحرة ما يقبلش المرأة اللي تنيقش ما يقبلش المرأة اللي تعبر على رايها ما يقبلش المرأة لي تفرض نفسها كيف ما هي يحبوا يعني نسخ متطابقة يعني نسخة من نسخة من نسخة من نسخة من نسخة بالفعل السؤال الأول ما هو رأيك في من يمارس الجنس بمقابل السؤال الثاني ما هو رأيك في من يمارس الجنس خوفاً من أن يقال عنه إنه قحبة رأيي في النساء يعني اللي مارسوا الجنس بالفلوس يعني برأيي الشخصية يعني أنا كنتر لأنه المرأة اللي توصل يعني نحكي ما نيش يعني نحكم عليهم وإلا لي بالعكس نحترمهم أكثر باليداعي والشرف وهما أما في العهر الفكري نحترم فيهم جانب أنهم واضحين يعملوا اللي يحبوا عليه يعملوا حاجة تخلص كهو وتقاها في حياتها الخاصة نحكي يعني في دول أخرى يعني أنا شفت عاهرات يعني يعملوا حتى أفليم بتاع بورنوغرافيك وكل شي يعني تلقاها البرى تقول كيف يحيتي الخاصة حاشتك بيا يعني عجبتك تلقاني هوني فهمت وصارت قديمي حالات هكا لأنهم واضحين هذي كان خدمتها فهمت في حياتها الخاصة تقاها إنسانة أخرى لكن بالنسبة لي أنا أنا كنت ضد أنو المرأة مترا في روحها كان سلعة بضاعة يعني رخيصة الثمن وإلا ثمن غالي وإلا عندها ثمن تقعد بضاعة سلعة بالنسبة لي أنا ضد أنو المرأة مترا في روحها كان جسد فقط لأنو المرأة جسد وروح وعقل وأنتو فهمت بالنسبة للنساء يعني اللي هي تمارس بأيكزومبل تقاها لبسة فولاخ أو منعرفش هنا أو تقول لك لي نحافظ على العذرية متاعي لكن نمارس مثلا الجنس العنال فهمت لكن نقعة شريفة فهمت أنا هذيك أكثر نوع متاع أنسي نحتقرو أو حتى المرأة اللي تدعي يعني كيفية تجبد موضوع على العلاقات اللي إنسية وإلا حتى قدم الناس يعني تتعرف على ظهر نسي أخرين تقول أنا لا جميع تعتقد أنا لا أنا نعمل هكا أنا وقت اللي سي كنتخل ناتور أصلا حتى كيمتش تكذب على الناس الكل بالعربي بالعربي يا سارة بالعربي تكلم بالعربي مستعملش مصطلحات في عنصية أرجوك بحي هذا يعني أصلا عكس الطبيعة فهمت لي أنه أي إنسان فيه الإحساس وأي إنسان فيه الرغبة وأي إنسان بنسبة للمرأة أو للرجل نفس الشيء فهمت يعني كيفيش أنت تجي تقول أنا من خممش وإلا أنا عمري ما فكرت وإلا أنا شريفة وكذا 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 يعني تكذب على روحك وعلى الناس ممكن أبله أو أو منافق كيفك ينجمي صدقك أما أنا شخصين ما نصدقهاش لا هي لأمثالها لأنه حتى لو كان ما تمارسش وحدها في الليل أكيد بش ترغب في حاجة أو بش تحتلم أو غيره أو غير هذا لأنه هذي حاجة فينا طبيعية في أي إنسان رجل أو مرأة وبنسبة لها أنا نقول يعني طوى الرجل عنده الحق يمارس كل شيء على خاطره رجل لكن المرأة لي فأنا كونتخ بش يكون بمقابل ومع ذلك نحترمهم ما عنديش مانع يعني هي اختارت بش تكون هكيكة هي حرة لكن كانت هي أنا كونتخ الكذب والنفاق يعني ناس تنافق في رواحك قبل ما يتنافق في العبات شنو المعنى عندك بتاع كلمة شاريفة يعني ما معنى شاريفة بالنسبة لك أنتي مش بالنسبة للمجتمع عاتيني معنى المجتمع لكلمة شاريفة ومعنى المجتمع بالنسبة لك أنتي الشاريفة بالنسبة ليا أنا هي القحبة للمجتمع الشاريفة بالنسبة ليا أنا هي نفس المرأة لكن في نظر المجتمع هي قحبة لأن الشاريفة واضحة الشريفة سحبت مبدأ الشريفة اللي تخمم فيه تعمله وتقوله كيف ما هو تعطي رايها وما تحجمش تحب تلبس هذي تلبس هذي تحبت هي تعيش هكا هي تعيش هكا هي اخترت هذيك الشرف الشريفة ما تذلش الراجل وما تخليش الراجل يتعدى على حقها الشريفة في معنىها في الخدمة أو في الدار أو في مع صحابها أو في أي مكان هي موجودة فيه هي نفسها اللي رافيها المجتمع قحبة لكن في نظر المجتمع تنجم تمارس ألاف العلاقات ومايرك حد تنجم انك مثلا ما تقولش كلمة خائبة أو زيدة وما يسمعك حد لازمك تكون في نظر الناس متحجبة أو تلبس محترمة على كيفهم والناس تركها كيكا انتي شريفة إلى حد الآن انتي شريفة لازمك تقيسيح عليك حد ما تناقشوش وما تجيوبوش طبس رسك وتمشي لازم كيف يتعد عليك راجل تسكت وما تخوش حقك لازم كيف باسم الأخلاق وباسم أقتي هو ليه؟ عمرها ما كانت هكيك الأخلاق يعني انتي تعيش عبد أولا للدين اللي انتي ما اخترتوش وبعد تعيش عبد للعائلة اللي انتي زادا ما اخترت هاش وبعد تعيش عبد للمجتمع وبعد حتى في خدمتك وحتى لو كان تتحرر نسبيا بش تكمل تقعد عبد منين جيكش هرف سامحني؟ ما نعرفش موافقني في هذا ولا ليه؟ بالفعل بالفعل ثم يقول لك اللي معنات هذه معنات النجمة نقوله كيف النكتة يقول لك الشريفة الشريفة هي القحبة اللي ما يعرفها حد والقحبة هي الشريفة اللي يعرفوها الناس الكل ولا 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 جوست شنو هاوكا فرق البسيط انو واحدة تظهر واخرى ما تظهرش لكن القحبة كريم ما واش كين نرى اللي يتمارس يعني الجنس انا حكيت لك حتى اللي يتمارس حريتها الشخصية او افكارها امتيحة هي ماش افكار حتى حد او تخرج على القطيع او تكون هي هي القحبة انا نقول يقوله معنايا في تونس الراجل يحب المرأة الشريفة هما فاهمين بالغلط تقاها معنايا عاشت عمرها كامل شريفة ماشي في بالها تفرح يعني لانو شرافاء في تونس اقصى هدف في حيطها هو انها تاخو راجل وتستقر ويعني وتخدم له في النهار بون وفي اللي القحبة هذيك بالنسبة لهم هذيك هوا الشرف فامتطقها عايشة في الكبت وفي الدراشنوة وماشي في بلا هي هكذا الشرف وقت اللي انبعض كان مش عام كان مش اثنين كان مش ثلاثة بش يخونها ويمشي القحبة لانو الانسان الوحيد اللي يتعرق قدامها الرجل ويكون كما هو هي القحبة يرتاح معاها يحكي معاها من غير ما يخمم مش نواليزمو يحكي مش نواليزمو ما يحكيش ما يخافش يشتح معاها يسهر معاها يشرب معاها كيس يشاركها هباله يشاركها أحلامه يشاركها حتى أحزانه ومنبعض تقاها يروحلها رجلها ريقد معاها في نفس الفرش وهو غريب عليها وهي غريب عليها لانها هي عاشت عمرها كامل ما هيش هي الماسك في شهر اثنين ثلاثة اربعة يتنحها وهو نفس الشي عاش ألف غولاسيون ولوجوغ اللي بش يستقرم عمرها لازمو يعرف شنو يحكي لازمو يعرف شنو يقول لازمو يعرف كيفش يتصرف بش يعني يرذيها هي ويرذي عائلتها وهذه أكبر غلطة العلاقات اللي تقوم على المفاق وعلى الكذب آخرتها يارا حسب رايك حسب رايك علش علش نساء مثلا بالمجتمعات بين قوسين الإسلامية يخافوا من كلمة قحبة لكن عتارف علش نو يخافوا هو أصلا الخوف فيهم الخوف مزروع فيهم تخاف تخرج يراها ولا تحومتها تخاف تعمل ولا تقول يقوم يضربها أخوها تخاف معنيها تتمبذ وتلقى روحها وحدها لكن المرأة ما توصل تنجح وتتفتح وتتقلق وقت تمن بروحها أول شيء وقت تتخلص من الخوف 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 بأنواعه الخوف بأنواعه المرأة كيف يعني كيف تتخلص من هذا الكل ووقتها تبدأ ووقتها تبدأ هيش معناها مرأة تبدأ متحرة فكريا وجسديا وعلى جميع المستويات يعني هي تختار هي تقرر هي تحدد هي تعمل يعني الأخليق المتاحة الخاصة كل إنسان ونظرتك هي تختار هي مثلا تحب تلبس هذه ترى حاجة حتى مثلا صغير حتى في فترينا ترى حاجة تعجبها تموت عليها ماذا بيها تلبسها ما تنجمش أما تخاف فكترى نفس الروبة وإلا نفس اللبسة لبسها طفلة أخرى تنعدها بالقحبة لأنها هي تعبر على نقص أو تتعبر على حاجة هي فقدتها هي محرومة منها بيش تخرج أكل كبت هذيك بطريقة أو بأخرى وبيش تعبر وبيش تقول عليها وبيش تقول وتعمل وبيش تتعفف على ظهر الطفلة هذيك لأنه ما فهمش مرة ما تحبش بدنها وما فهمش مرة ما تحبش جميل وما فهمش مرة ما تحبش الحرية وما فهمش مرة ما تحبش تسمع موسيقى وما فهمش مرة تحب بتسيب روحها للحياة مفهمش مرة ما تحبش مرة ما تحبش كنا نحبه لكن واحد تخرج بيش تعيش كيفما هي حبت وهي شنوها تحب وهي شنوها بالضبط وإلا مرة اخترت بيش تردي العائلة والمجتمع ومبعد تلقى روحها لأمرت عدى خسرت العائلة ومبعد فترة تلقى روحها كاملة خسرت رجلها ومبعد تزيد تخسر أولادها على خاطر بشي تمردوا عليها فهمت وعلى خاطر ما همش بشي يلقاوا فيها الأم اللي تنجم تحكي معاهم في كل شي مزيل مخها في عيب وما يجيش وما دراش نوا ووقتها انت ساعدت رأي صغار في الشرعة تقول هذي أمها ويني أمها ما تحكيش معاها أمها ما تقعدش معاها أمها ما تسمح هيش أمها يعني ما تناقش هيش مثلا حتى في موضع جنسية وإلا عيب أحرام ما تحشمش فهمت حتى بش تقول راني نحب يعني حتى بش تقول بش تسهر تشوف لقمر ليلة كيملة ما تنجمش على خاطرها مرأة وخوها يروح الصباحة والفجر عادي لأنه راجل ما شوف بتشوفش يارا أن أكثر مع أنت من يطلق هذه الكلمة هي النساء ببعضهم علاش أكيد أمش نقول لك علاش لأنه المرأة كيف تلقى روحها هي هي تكون هي قحبة فهمت تقول على إنسان نظيفة قحبة بش تحس روحها كيفة فهمت وإلا تحس تحسس الناس اللي هي خير منها دونك أنا راني شريفة وهذيكا راهي قحبة فهمت هو حتى في الدين الإسلام اللي لما حالة أنا لا علقة بالدين جملة الإسلام أو غيره لكن حتى في الإسلام يقول لك أنت كيف تحكي على معنى هالفتنة أشهده من القاتل ولا يقول لك أنت كيف تحكي على إنسان تهزلوا ظنوا بمتاعوا إلا هذا أكبر دليل اللي هو ما حتى دينهم يجهلوه يعني معنى الهدف شخصي لا أكثر الهدف جوش بش هي تتفرهد هي تتفرهد وتخرجك الكبت اللي فيها الداخل وتعبر عليه بش تخرجه بطريقة أو بأخرى المرأة المرأة كأم كمربية للأجيال القادمة هي اللي ترسخ هذه الفكرة عن الول SARS على أساس إن أخته كان تعمل هكا ولا تعمل هكا راه عاهرة وترسخ في البنت راهي كان تعمل هكا ولا هكا راه عاهرة يعني هذه منظمش كان الراجل هو اللي ينقلها للأجيال القادمة وإنما المرأة نفسها التي ما عن أنت ترسخ هذا الفكر وهذه العقلية في ولادها ولاد ولا ابنها أكيد أكيد المرأة هي المسؤولة المرأة هي المسؤولة يعني فما انساء يتظلموا وما يخذوش حقهم هي المسؤولة هي غير قادرة على خطر هي حاسة تحس بالضعف وعلى خطر هي تحس مزلت ما عرفتش قوتها مزلت القوة الداخلية أي إنسان عنده قوة خارقة راه أما فما إنسان يعرفها فما إنسان يجهلها هي حتى كي بيش تربي أوليدها بيش تربيهم على الخوف بيش تربي بنتها بيش تربيها على الخوف وبيش تترسخ فيهم نفس الحاجات اللي هي تعلمتهم من عند أبوها وأمها مايش بيش تطور فيهم حتى لو كان يعني هي تحب الأحسن وإلا تحب كذا أي واحد من أوليدها بيش يحاول يخرج على الطريق اللي هي سطرته بيش تدخل بعضها ومايش بيش تعرف تتصرف يعني هي المسؤولة أكيد شنو تنصح الأمهات اللي يتربي أولادها على هذا الفكر أو هذه العقلية ننصحهم ونقلهم أول حاجة الحوار به لازمك تتعاق أي أم لازمها تحكي مع ولدها ولا بنتها في أي موضوع مهما كان مهما كان ممنوع وقليه أنت بيش تحرم على ولدك ولا بنتك بيش تمنع عليها حاجة راي بيش تعملها كان مش قدامك بالسرق كل ممنوع مرغوب يعني اكسب بنتك خلي بنتك صحبتك خلي بنتك تحكي لك خلي بنتك تحس لي أنت وقتيني الناس الكل تتخل عليها أنت بيش تكون معاها وأنت بيش تدفع عليها هذيك عليش برشة ابنت تقاها مثلا ضايعة في وسط الأصحاب والأخلط وضايعة معناها والناس تولي تستغلها والناس على خطر يعرفوها كيفاش نقولوا يعني بالتونسي متاعنا نقولوا ما عنديش كتف صحيح تتك عليه تولي تلاوج عليها البرة في بلايس أخرى والتونسي استغلاليين دي بخوفيتور يعني اللي بش يلقاها وحدها هكيكة وضايعة بش يستغلها يعني أنت كان أنت خايفة على بنتك أنت رك أكثر إنسانة قاعدة تضر في بنتك ولازم زيدا يعلموا بنتهم اللي الشرف والأخلاق عمرو مكان غيشاء باكرة لأنه فما نسي معنيها طبيعيا يتولدوها كيكة فما لي تفقدها وما تفيقش بيها فما بارشة أنويع فمت وما تحسرش يعني على خطر تقاها هاي أوكي هاي هي عذراء وكوشاي لكن عاهرة في مخها فيش لفحيتها ما تخوش حقها معنيها أي حاجة حتى كي بش تلجأ لك لك انت وبش تستعين بك وانتي زيدا مايش يعني بش تجيب إنسانة مريضة نفسيا معنيها حتى لو كان مبعدة مردت راي بش تغلط في حق نفسها ومش تعمل أخطاء كيريثية مايش يعني بش نجم تيقف الروحة وإلا بش نجم تكون صاحبة قرار وصاحبة موقف ومرأة يعني بالفلاقي مرأة فحلة وبش تكون مرأة قد روحها وبش تكون مرأة قد كليمها وأفعالها وتعرف تقرر وتعرف تختار وتعرف كذيه ميش تكون ليه بش تكون جابانة كيف أمها أو أكثر أو أكثر لأنو الأم بطريقة أو بأخرى اللي عاشدتو هي من كبت وحرمين وكوشاي بش تسيبو مع بنتها وحتو كان الأم صرت لها كما يعرفها حتى حد يعني أو فقدت عذريات هون بعد عن وعرست وراكحت أمورها ولدت يعني فين ذر المجتمع شريفة وكوشاي بش تقعد لها الشوك هذي كمتاع الأم تقعد بينها وبين روحها تتفكر ليها عامة وعامة وش تقعد يتخاف على بنتها دوبل وتخيط قلت لنساء اللي خافوا على بنتهم واللي حبوا بنتهم يتربيو كيف ما تربيوهما سيعة أول حاجة من جينيغاسيون لجينيغاسيون يعني كل جيل وعنده معناها لعبته وعنده قواعده وعنده الحياة تتطور والعلم يتطور كل شي من حاولنا يتطور والناس تتطور وطريقة العيش تتطور وظروف العيش تتطور يعني انتي كان بيش تخاف على بنتك بيش يفي بالك بيش تخاف عليها ولا بيش تتعلمها لعيب بيش ما تحكيش بيش ما تتكلمش بيش تعيش كيفك انتي تنجم تكون نسخة مطابقة لك انتي لكن انتي تنجم تكون منعت في وقتك انتي لكن بنتك في الوقت اللي هي تعيش فيه ما تمنعش لأنها ما حتيتهيش قواعد اللعبة لأنك ما حكيتش مع بنتك لأنك ما فسرتش البنتك لأنك ما وضحتش البنتك تلقاها الطفلة يعني تخاف تحكي تخاف خوف كل عادة هو سبب المشاكل الكل يعني ما تنقشش ما تسارحش ما تخاف من أي شيء بي قطلك الطفلة يعني تخاف حتى بيش تحكي مع أمها تخاف دونك قطلك إنو الأم هي الأساس بالنسبة للطفلة خاصة لأنو الطفلة يعني تحشم من بوها بطبيعتها يعني تعدي أكثر وقت مع أمها فهمت هوا دي ما يقول لك الطفلة تميل البو والطفال يميل الأم هذا طبيعيا يعني لكن الطفلة من حقها ومن واجب الأم توجه بنتها إنها تحكي معها في كل شيء حتى لو كان أنت عشت الكبد حتى لو كان أنت يعني تربيت في معنى في ظروف معينة أو كذي ما تفرضش على بنتك ما ويش الزمان غير الزمان والجيل متاعك ما ويش الجيل متاحها وكان أنت ما تكونش مواكبة وما تكونش تتبع بنتك على خطر ما يش تسمعوا منك مش تسمعوا في الكوليج وبيش تسمعوا من عند أصحابها وبيش تسمعوا من عند صاحبتها وبيش تسمعوا من عند فولينا وما تلقاكش أنت يعني إنسانة تنجم تعمل عليك وتنجم تحيي معاك كساحبتك وتفرغ لك قلبك وتشكيلك كيف تتجع وتعرف إنه حتى لو كان بيش تتحط في موقف خايب أو مشكلة أو بيش تتصير لها حاجة حتى لو كان المجتمع كامل يجي ضدها أنت بيش تقفى معاها دونك بيش تولي تلجأ لك لك أنت ما تلجأش للشارع ما تمشيش تلوج على صاحبتك في الشارع تشاركها أحزانها وتشاركها فرحتها وتشاركها كي تبدأ فرحانة لصاحبها قلها كل ما حلوة وتشاركها كيف تتخمم في فكرة تحب تعملها ولا غالطة تنجم أمها تقولها ليه ما تعملش مش على خطر الناس على خطر نفسك هذا من أجلك أنت وتقنعها بطريقة أو بأخرى بش تمشي لصاحبتها كي ما تقولها ليه فك قليك كي ما تقولها هيا كي ما تقولها ليه مع ليه ما تعملش أكثر كي ما تقولها فهمت يعني الأم هي هي الأساس برش نسي يذيعوا بناتهم من الخوف على بنتها تلقاها تحب بنتها وتلما تخاف على بنتها تولي تسكر عليها وتولي ساعة ما تكونش قريبة لها جملة باسم طانع ملك وما ده وما يجيش وعيب واش بش يقولوا علي الناس هذيك أكبر خطأتك ترتكبوا الأم ومن بعد تقولها أحكيلي مثال شتجي تحكي لها تضربها وتعطيها تريحة تنبيش لقبور وتقول البوها وتقلب عليها الدنيا وكذا عليها تبو ما تخرش وما تعملش وما درشنا هذيك فين الكبت اللي يولد الانفجار والثالث أنك في زمان غير الزمان ما فهماش يعني الأم تقاها عاش بل هو كل عشرة سنوات كل خمس سنوات الدنيا تتغير والعبات تتغير وظروف يعني متاع العيش وكل شي تتغير فما نسي تحرم بنتها تقاها مثلا مغرومة بالبانت تقولها ليه أنا نحبك تطلع على تبيبة غالط بنتك تخلقت بش تكون مبدعة بنتك تخلقت بش تكون فنانة بنتك تخلقت بش تكون ما نعرفش أنا حتى تعمل ركبي بنتك تخلقت بش احنا حتى الخدمة يعني حبوها تخدم خدمة اسم الخدمة شنوات تخدم حاجة ما تحبهيش حاجة ما تخلقتش بش تكون لها ما تنجمش تبدع فيها وما تنجمش تعطي منها كان انتي أمها ما تعرفش شروح بنتك داخل بنتك شنوات فيه نعطيك مثال نضرب لك مثال أنا مثلا كيف عملت سبوغ من الأول مما كانت هافظة مشي في بالها سبوغ يعني بش نعمل تلاثة حصص في الأسبوع وفقط وانتهي لكن أنا كنت نحب سبور بدرجة يعني بدرجة كبيرة سافرت عديد دستاج ترشحت المونديال ما لعبتوش وكل شاي يعني كنت تخاف تقولي في العمر هيدا بش تسافر وحدك إيبا كنت نسافر وكنت وقتش أمنت وقتش يعني سيبتني كيف تأكدت اللي أنا نجم ننجح واللي أنا نجم نكون وحدي ونحافظ على روحي وحدي فهمت؟ لكن من الأول كانت ترافضها يعني حتى نروح من الانتخينمون ماخر شوية تعملي مشكلة وكيفة وكيفة وش يقولوا الناس من بين الحاجات يعني أنا كنت نمشي نقرأ على موتور فهمت؟ كيف نمشي نقرأ كيف يراون الناس يعني نحكي لك دوميل سانك دوميل سيسي يحسوها حاجة بزاغ بزاغ برشا ويقولوا آه إيديك أحبت سوق في موتور عزري دراش نوع فهمت؟ كنت تراوح للويلة تعملوا مشكلة وكيفة يقولها توا بالمنطق قديش اللي بشيت بولدو عليها في الشارع قديش أكثر زعم كيف تطلع في المترو وإلا في تمشي معا في كرهاب تصحابها وإلا كيفة تكون يعني على موتور امتيحة في دراشة تصل للمعهد الرياضي فهمت؟ تقولوا لي وكيف هيش وأحنا متربينيش هكا وأحنا مكبرنيش هكا حاسيلوا هي مشي فيها عملتلي شرط تعجيزي لكن أنا حبي للحاجة هذي كحبي للسرعة للفيتاس خليني نجيب الموين اللي هي كانت تقول اللي أنا مستحيل نجيبه في ظروف أني نتدرب سباح وعشاية وتعب وكل شاي واخديتوا وقتاش يعني حتى أغلاطي اللي قمت بيهم كانت هي مساهمة فيهم طريقة أخرى كيف نلقى روحي واحدة نغلط كيف نلقى روحي يعني ما عنديش لشكو نحكي وخاصة يعني في المراهقة من بعد ما عنديش مشكلة يعني بعض سيئة ما عادش لكن في المراهقتي وقت التجارب وقت اللي أنا لازم نتعلم نلقى روحي أي موضوع ما نخوش فيه راي دارنا ونخبيها على دارنا نغلط فيه وحتى كان نجحت ننجح بعد ما نغلط مرة واثنين واثلاثة سحابي مثلا البنات برشا جنيت عليهم قمهيتهم تحب بنتها يعني تسطر لها حياتها توصل لل 23 24 آه ما عرستش سيئة بيش تبور تمشي تاخلها راجل ما تحبوش حتى لو كان هي الطفلة ما عندي هاش حد تحبو كل شيء قل لها أي عمرك متعرس وتبدأ يعني عرس 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 تحط لها مخها وتسطر لها حياتها وتحسرها في عرس وفي راجل وفي دار تحسرها حياتها وتموحاتها وكل شيء في شنوة بيش يقولوا العباد التيتر السوسيال شنوة تخدم بنتك بنتي تبيبة بنتي قارية بنتي محامية يقولوها بكل فخر فخر يعني لكن بيش تقول بنتي مثلا راقصة أو هذا يشرفنا هكا ابنية العائلات تعمل راقص يتدرب يعني في في أقوى بلدين العالم وهو فن وتبدع فيه مثلا تحب تعمل بانتخ تعمل أوستاذ التشكيلة أو تحب تعمل قلغين بتاحها بش تكون رسامة وإلا الرسم يوكل خبز شنوة رسامة وإلا شنوة اللوحة مطعم راعة عارية هذي لرسمتها وقت اللي احنا يفيش نطالبو من الدولة الام الطالب من الدولة تقول شوفو لي الولدي حاجة ينجح فيها ولا خدمة ولا حاجة وإنتي كأم معني هاد دولتو الصغيرة وإلا كبنتك دولتها الصغيرة ما تنجمش تحقلها رغبتها كيف ما هي وإلا ما تنجمش تعرف بنتك في شنوة قادرة تنجح ما تعرفش طبع بنتك روح بنتك شنوة فيها هذي النقطة نقطة آآ ثانية نحب نتكلم فيها النقطة ثانية إنه المرأة وقتلي تتحرر جسديا نجم حاجتين يأك بشتستنس بالجنس يعني وتدخل في علاقات حرة ومع رجل واثنين واثلاثة وفي آخر المطاف تلقى روحها عاهرة يعني حتى لو كان ما وش بالفلوس لكن عمل التجربة هذا فيه البيهي وفيه الخايب لأنهم بعض الخايب إنها ما عادش توصل ما عادش تحس ببدا والبيهي إنها عرفت الجنس وليت عندها ثقافة جنسية اللي هي منعدمة في بلادنا وهذا يعني الجنس ما هوش مربوط بش تجيب أولاد أو مع زوجك لو أنت يعني ما ترسش الجنس مع زوجك يعني قبل ما تكون مرتو ما تعرفش عنيه أنت وما تعرفش بدنك أنت تجهل بدنك كيفش يعني تقاها يعني عايشة عمرها كامل كيف الحيوان يعني عندها ريت معين 1 2 3 4 بعد كيفش تحب الرجلك ما يخونك ما عليش زيدا نشوفه برشة نسية تخون رجلها تخون كذي يعني نجم زيدا تعرف وتكون عندها ثقافة جنسية تمارس مع راجل واحد اللي هي اللي تختاره اللي تحبه اللي عندها مشاعر عن قناعة وتعرف تختار زيدا الراجل اللي بالحق يقدر قيمة البدن هذيك الراجل بالحق اللي يحبش يحافظ عليها الراجل بالحق اللي تتقاسم معها كل شي فمت وتطلب منه انه يشاركها ويعلمها هذي ويفسر لها هذي وهذي ما مشيتش وهذي عجبتنا وهذي نعاودوها لأنه هو لذة وثقافة ومتعة قبل خاطر المرأة الطاقة كبيرة متع محبة ومتع مشاعر ومتع يعني كيفاش تنجم متحقق رغبتك انتي وتكون انتي ساتسفيت يعني سافا وحاسيت روحك سافا وإلا تحب تكون راجلك لك انتي وحدك وانتي ما توفر لشي شي هذيك والمشكلة هذي كريم يعني موجودة بنسبة كبيرة في تونس لأنه حتى عاهرة تونس نحكي عالعاهرات وممنيش نحكي عالعاهرات بالمفهوم يعني التونسي لأن نحكي عالعاهرات في المعنى الصحيح يعني اللي ميرسوا الجنس بالفلوس يجهلوا الجنس ولا يتقنون الجنس لأنها يعني تعلمت حاجة تقع تعود فيها وكها وما تعرفش بدانها ما تعرفش روحها ما تعرفش فهمت وهذا ليه عيب وليه هو حرام كيف ما يعني الحرام ما يهمنيش فيها على خاطر احنا ونفانت كنت احنا إنسان فما إنسان الراجل من حقه بش يعمل ويعمل ويعمل والمرأة من حقها لكن انتي بش تطالب من روحك يعني انتي تحب تتحرر جسديا ما تنجمش تكون قد التحدي هذا وقد رغبتك خاطر كيف توصل انتي تعرف رغبتك وينتنجم توصل معت حتى شي وقفك لكن لازمك تتحرر فكرية نقبل لازمك أنا مثلا نحترم الأم العزباء ألف مرة ألف مرة ومليار مرة نحترمها أكثر من إنسانها عملة إجهاث أنا عندي صديقتي يعني صديقتي يعني بما في الكلمة معنا يعني عشرة عدة سنوات وبنت عائلة ونضيفها وعمرها يعني ما مارسة الجنس إلا مع راجل واحد وبعض كيف يعني خافت وكل حملت رافقتها هزيتها للمستشفى قامت بالعملية كل شي لكن قطعت عليقتي بها لأنه هذا إجرام أضهجدت وهي في الشهر الثالث يعني نفس يعني قتلت ابنها أو بنتها بيش ترضي الناس بيش تعيش عمرها كاملا معذبة لو كاملا في قطعة منك تخليت عليها لو كان أنت ماكش قد ماكش قد أفعالك عليش تعمل فيها لو كان أنت ما تتحملش مسؤولية أفعالك ما تعملهيش يعني أنا مع أن الطفلة تعمل اللي تحب مش حتى فما هي أنا مثلا اخترت بيش نمارس مع رجل واحد انسانة أخر اخترت بيش نمارس مع مياه هي 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 حبة تعمل هكيكة لكن هي بيش تكون هكيكة إستو هي قد شاي هذا ولا لا وهذا الفرق وهذا الفرق أما أنا في حالة الكل أنا ضد أنه جسد المرأة يباع كبضعة كسلعة ما يزيش يعني أنه الدين يعطينا يعني يحط لك مهر يعني سعر فهمت وتعيش يعني قمة لإهانة يعني كأنك عبد كأنك ومتحررة في نفس الوقت ما تنجمش وما تنجمش زي دا تكون متحرة جسديا وعبدة فكريا ما تنجمش يعني تحشم بيش تقول ولاعيب بيش تقول أنت يختار نحترمك ألف مرة من أنك تنافق كن قد مسؤولية أفعالك أحنا حتى في القانون معنيش قانون يحمي العزباء ويؤثر الوضعية متاع الأم العزباء معنيش يعني أم أو تكون حبلة ينبذها تنبذها العائلة بدرجة أولى ودرجة ثانية المجتمع وبدرجة ثانية لكن أنا عندي ناس توانسة نسي توانسة جيبوا يعني تحملوا مسؤوليتهم وجيبت طفلة وقرّت بنتها وتحملت مسؤوليتها وهي ساعة قبل ما تجيب الطفلة وقبل ما تقريها وكل شي يعني حامل وتكمل في الدراسة متاحة وتخدم في نفس الوقت وكريت وحدها وكذي ووصلت بنتها لعمر معين وبنتها يعني ربيتها أحسن تربية معناها وكيف ما يقولون نوارا فمت وبعد سنوات وتخليت على الرجل تخليت تهوى تخلى عليها قالها أنا شكون قال هذيك بنتي هذي وحدها إيهانة قلت له آه أنتي يعني لا عندك ثيق على في حد شي أنا بش أخليه واختارت تمردت على الناس كل واختارت بش تبني حياتها ملا شي وفعلا بنت حياتها وبعد ما بنتها وصلت لعمر العشر سنوات تزوجت من شخص آخر اللي هو يحترمها ويعرف إنه المراه هذيك صحيح هي ما تسميش غلطة على خطر أي مراه عندها حق في الأمم لكن صحيح الناس كل ترا فيها عاهرة لكن هو بالشي اللي عملته خليته يقدرها وخليته يحترمها بالصيفة عليه خليته يحترمها بالصيفة عليه نعطيك حتى أمثلة من الممثلات ولا من فنانين يعني هنت صبري أول في لم عملته يعني فيه جنس وفيه قبل وفيه كذا والناس الكل بيها وعليها وما تشرف نيش وتنسية تعمل هكا وكل شي لكن على خطرها فنانة بالحق وعلى خطرها مو حامية وعلى خطرها فيما بعد أثبتت إنه هذي كجانب من هند هند ما هيش هند ورات هند الإنسانة هند الفنانة هند كذا ونجحت هذا يعني نحكي لك في حاجات يعني فكريا وجسديا ولزمها تعرف في الدخل المتاحة ولزمها تفق حقها ولزمها بش تنجح في الحياة هذه لزمها تكون عاهرة أنا نقولهم البنات تونس نقولهم نكونوا قحاط أشرف ألف مرة من إنك تكون شريفة منافقة حتى تنفق في نفسك على خطر لو عمر من بعد يتعدى بش تلقى روحها ووحدها وبش تلقى روحها حتى في بعض الحالات رجلها يعني شريفة في نظره يعني وما مارس وما خانته وشو ما عملت وشو ما يتغشش عليها وإلا على حتى حاجة هاتة بسيتة يطيح لها قدرها ويقولها يا قحبة وبعد يقول ما تغشش أنت كي تقبل بالشي هذا أنت وقتها قحبة أنت أكبر قحبة كيف تقبل بالشي هذا أنت أكبر عاهرة وأكبر فازدة كيف تنفق أنت أكبر يعني نسينا في قمة الرخص كيف تسكت عنا نسي مناضلات عنا نسي أول معناها بيلوت ساقة الطيارة مرأة في أفريقيا مرأة عنا نسي معناها في معناها تراهم وشنو ويعملوا كيفاش حياتهم وشنو يعني تقول هذي المرأة شنو تنجم تعمل المرأة تعمل هكة وأكثر في تاريخنا في الأمازيغية عنا الكاهنة يعني مرأة بالحق مرأة مرأة منها بشنقولها بألف رجل لأنها مرأة فما نسيه عن ليسا بالقيس حتى في تاريخ فما نسيه خليت خليت الطابع الخاص متاحة واتذكرت ويقدروها ويحترموها بالصيفة عليهم حتى لو كان من الأول بش تتعب حتى لو كان من الأول بش تجيه ناس الكل ضدك وقت دي انت تصل ترضى على روحك تعرف قيمة روحها وتكون قحبة بما في الكلمة من معنى وحرة ومتقفة ووقفة نفسها تعرف قيمة نفسها تتعب من الأول أي صحيح لكن من بعد الناس الكل بش تنحني قدام جبروت قحبها شنو أرايك يارا في المرأة الغير مستقلة مثلا المرأة لازم تتحرر ماديا بالنسبة العقلية إنك سيعة جسوية بخانسيس وما نخدمش وإنا يعني إنه راجل بس يصرف فعلية هذا معنى يتملص من المسؤولية هذا يعني على خطر هو معنى راجل بش يقفها كي يخلص هو وإلا هو بش كذي تنجم يعني في بعض الحالات معنى مش مشكلة بش يعاونها وإلا هي عندها دروف خاصة وإلا كذي هذا حاجة أخرى لكن حتى مع مع أنامي حتى مع صديق يعني عادي نسي في تونس كيف تخرج تسمح له بش هو يا أخي خلص وقت ليه هذا غالط وقت هذا غالط يعني أنت بتريقة أو بأخرى أنت مزل تحت رحمته تحت رحمة الراجل ما ويش ما ويش قاعدة يعني ما ويش أساس يعني بش ونهار تزيد معنى شنو معنى بش أنت بها وخلص عليك مرة واثنين وتلافة وشنو المقابل هل أنو زعمة بش يغزرلك أنت مرأة بقيمتك أو أنت مرأة بخشمك أو أنت يبش يغزرلك تستغل فيه يبش يغزرلك كما قولو بالعام مية بالشعبي بتاعنا مقاملة إنسانة يعني قاعدة أعطيني 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 ما أذورفك ما تسمحش يجى يعني تراحة إينا راني هكا وهكا وهكا ونحبك تعاوني وهذا يعني تفتوس العلاقة تتطوره في إتاب معينة أما انت بش تجي حتى مع أصدقائك وإلا حتى مع أخوك وإلا فوقك فلوسه ما تخلصش فمش عليش يعني في دول عادي جدا يعني ما هوش حاجة مسلمة يعني أنت مرأة ما تصرفش وإلا أنت مرأة كذا فمن سي العقس عنا في تونس نسي هي تقاها قايمة بعائلة كاملة تقاها الراجل قاعد وهي تخدم وهي تصرف وهي تعمل وهي تعمل هذي كالمرأة إذي ما تستنيش الراجل بش هو يعني يزيدها ولا يعطيها المرأة وحدها لو قادرة بش تتصرف تتصرف ما يمنحها حتى شي المرأة ما يمنحها حتى شي في النجاح كسوسها مديا وإلا اجتماعيا وإلا أخلاقيا وإلا على جميع المستويات إلا نفسها إلا نفسها يعني المرأة بش تنجح لازمها تكون في سلام مع نفسها ولازمها تكون تعرف قوتها تعرف هي شنو تنجم تعمل لأنه ممكن تتعب ممكن كي بش تخدم وتقرأ مثلا يعني بش تتعب أكثر أي متفاهمين لكن هذيك بش يعطيها تجربة بش حسسها بقوة أكثر كيف هي تحس روحها لتنتمي يعني تنجم تكون حرة ومستقل وبعيد على دارهم وبعيد على راجل وعايشة وتصرف وتخرج وتعمل في كل شي وما تحتش الراجل الوجوغة بش تختار الراجل روما بش تختار راجل بش يصرف عليها لأ بش تختار الراجل هي اختارت هي حشتها براجل معين وويش راجل لغاية معينة وهذا ما يختلف يعني سمحني بش نكمل لك يعني هذي المرأة في الحال هذي ما تختلف عالقاح بالإدنا بالفلوش لكن على الأقل هي هي ربحة حاجة أخرى هي المتعاصم وفافحة يعني ما عمل عليك كيف يعطيها عطاته مقابل لكن انت مقابل كيف نوع مثال نحب نعرف نسل كسوال كيف رأيك في المرأة التي هي التي تختار الرجل نعرف في المجتمعات متاعنا أن ديما المرأة لا تختار يعني تستنى كون نختارها كيف هي من بعد تختار من بين الرجل ومع أنت وتتعرض يمكن الرجل يعني كلها لا فهمت شنو رأيك في الموضوع هذا بالنسبة للمرأة التي تختار الرجل هي الأقوى هي التي تساير الأمور لأن المرأة التي هي يعني مرأة على جميع المستويات هي تختار الرجل عمره ما كان الرجل يعشق يعني يحب بينه في النهار يرأ ألف وحدة الشاب ويرأ ألف وحدة كذ فهمت نجم يعني يتحرش بهذه ويخرج معه وكذ واللي بش يلقاها يعني مشي معها في الخط مشي معها في الخط هي يعني اللي بش تكون معنا بش يقول آي هذي لكن المرأة كيف تختار الرجل تعرف شنو تختار لأن نحن مخ الرجل سندق 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 الراجل كيف تحكي معاه في موضوع حتى لو كان مرأة لازم تجبد مرأة معينة تحكي في الموضوع وترجع الصندوق ذيك المخ وفي البلاس اللي هو فيها مخ الراجل منظم مخ المرأة داخل بعض عبارة ديكابل داخلين بعضهم فهمت والكل هم مربوطين ببعضهم يعني المرأة كان هي تختار تكون يعني يعني حاجة خائبة ولا بش تمشي يعني معنى كان تعرف مليح فهمت ما فمش مشكل معنى بش تقول وراك انتي تعجبني وإلا رأي وما نراش حتى مين عنا بالعكس يعني واضحة ويسهل لها الأمور على خاطر المرأة كيف تحب تعطي أكثر المرأة تحب بحقيقة يعني معاتش وقف حد وحتى الراجل لو كان هو معين وش بها معنى يولي يحترم المحبة هذيك ويولي يعني يراه حاجات اللي هو ما كانش يراهم فيها فهمت لكن الراجل بالعكس يعني الراجل ما ينجمش ينتبه ما ينجمش يعني فما ألف الشبيت وفما ألف يعني منسا اللي تخدم معاه والي يعني يراها في الشارع والي يشرب معها قهوة وصديقات وكذا يعني حياته معبية بنسى يعني تنجم تاجبه برش بنسى لو كان هي تختار يكون أسهل لها هيا يعني سهل عليها هيا وما هو شعيب وعندها احتمال واحد أنه العليقة تنجح لأنها تختار عن وعي لأنها اختارت الراجل اللي معاها من غير ما قلها تليه المشاعر متاحة لأنها المرأة كتلة من المشاعر وكتلة من الأحاسيس فهمت يعني بيش تختار وبيش تقول وانتي رك عجبتني وانتي هي اللي بيش تبادر هيدا أول حاجة لازمو برشا جراء وهيدا الشورافي ما ينجموهوش وما يعملهوش لأنها مدمها تحشم ومدمها تتردد ومدمها ما هيش سريحة ومدمها تخبي يعني هي عاهرة فكريا ولكن قد المجتمع شارف وكان الراجل هو يختار فمتلاف احتمالات الاحتمال الأول أنه يعني يلعب على المشاعر متاحة ويلعب على نقاط الضعف متاحة وبش يستعمل كل الوسائل والطرق لغاية في نفس يعقوب على خاطر الراجل يحب الجمال يحب بعينه في النهار تعجبه ألف مرأة يعني كيف ما طوى عجبته هذي شوي آخر تعجبه هذي وهذي يعجبها يعجبها يعجبه مخها وهذي يعجبه فيها بدنها وهذي يعجبه فيها خدمتها وكذي وبوفواغ متاحها وهذي 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 يعني يعني فما احتمال كبير تونسي يعني حاجة مقدسة ما عندهيش حاجة خلاف الطاعة وهذا زيد نوع من الاستغلال لأنه على حساب شخصيتها وعلى حساب قدرها وعلى حساب كذي وفما الحال الاحتمال الثلف انه يعني يحبها فهمت وهذا فغيمون غاخ لو كان الراجل هو اللي يختار فهذا فغيمون غاخ لأن المرأة القحبة هي مرأة صالحة للحب وللحياة وللحرب المرأة القوية المرأة الجريئة المرأة اللي تمشي وما تخافش المرأة اللي تواجه المرأة هذا للحرب حتى لو كان هو يكون يعني في مشاكل ولا حاجة يلقى معاهم مرأة ما تخافش مرأة معاه في الحالية الكل والمرأة اللي صالحة للحياة يعني لازمها تكون قحبة راجلها تشربة معاه تكيفة معاه تسهر معاه سيفر معاه وممكن مش معاه وحدها وخوابا وهذي يعني وتشتح له وتتزعب نعليه وتمكيج له يعني وتضحك معاه وتهبل معاه هذا للحياة والحب المرأة بتبعتها لو كانت تحب بصدق بدون يعني ما تطمع في مقابل لأنه المقابل ندوره ونقوله اللي هو راه للعاهيرات معني العاهيرات يعني في النصف اللوطاني فهمته لكن فما عاهيرات ونصف اللوطاني لكن في مخاخهم يمرشوا العهر بطرق أخرى شاريفة افتقها في مخا شاريفة ولكن في بدنها عاهرة شكرا شكرا يارا على هذا الوصف وهذا التعبير وأنا أعطيتك راحتك بشتعبر بكل حرية وتكلم وتفرغ اللي في داخلك وتقول وجهة نظرك وصلنا إلى نهاية الفيديو ونقول لك كما نقول ديما شنو النصيحة اللي تقدمها لنسا قبل ما نختم هذا الفيديو هذا اللي حابيت نقوله بالنسبة لي نقولهم اللي بنيت فيقو أحنا اللي نغيره ووقعنا وأحنا اللي سمحنا للمجتمع بش يعمل فينا هكا لو كين كل واحدة ما تخافش كل واحدة تتمرد كل واحدة تثور كل مرة تسعى بش تتثقف اللي بش تعرف به راجل أقرأ به كتاب يزيدك يعني في ثقافتك في مخك معناها كل مرة تكتشف حاجة كل مرة تعرف حاجة عيش تجربتك احلم حقق حلمك أسعى احلم يعني في التعبير متعنا يعني لكن حط هدف أسعى له يوالي حقيقة يعني سهل حياة ما يش يعني معناها عذرية وإلا بالعكس شرف ليك يعني القحب سيتوت آموند يعني سيتاناخد ما يتنجموش أي أنثاء أي أنثاء ما تنجموش أنا أقول لو كان كل واحدة تكون قحبة راجلها اطلاق ينقص مش ينقص ينجم حتى يتنحى جملة والمرأة هي المساهمة أنه تكون هكة وأنه حقها يتفك من قدامها لأنه أنت كيفاش تحب المجتمع يقدرك كيفاش تحب الراجل اللي معاك يقدرك وقتيني أنت ما تقدرش روحك وقتيني أنت ما تعرفش قيمة روحك كيفاش بش يحترمك وكيفاش بش وقتيني هو يتعدى عليك وتسامح وتقوله مش مشكل بتحت اسم هني على روحك وإلا تحت اسم محبة وإلا لمحبة عمرها ما كانت هكا لمحبة فرحة لمحبة إنسان يخرج فيك الحاجات الحلوة اللي فيك اللي أنت ما تعرف هاش وإنتي كيف كيف إنسان يعطيك البلوس إنسان يتقاسم معاك كل شي ما ويش إنسان تعيش عمرك كامل وحدك ولوجوغ حتى لو كان أنت زوجته تكون غريبة عليه تحب تعمل معاه تحب تعمل معاه لكن عيب لكن ما يجيش لكن راجلي لكن دراش نوع وهو كيف كيف يعني أنا منيش يعني معاك إنو المرأة بالرغم اللي فما يعني عهرة تميرسوا وقلتوا نعاود الجنس بمقابل ولكنهم شرفاء في مخاخهم تقاها مهنتها هكيكة مهنة حياتها الخاصة حاجة أخرى تقاها إنسانة بكلمتها إنسانة فيقة إنسانة صريحة إنسانة ما 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 تقولش أيه تسكت إنسانة تقول ليه إنسانة تواجه هذا هو الأخلاق وهذا هو شرف يعني معناه يعني الصحيح لكن من نصف اللوتاني هذك أنا نعتبره حرية شخصية وهذك جانب صغير برش من يتنجم تعطيه المرأة أنا نقول دمتم نساء فئرات لعورات على عشق الوطن مش على عشق لمحمد وللإله لأنه هما سبب الرئيسي في نبذكم وإلا يعني معناها حطوا نقدرنا مع حمار وكلب يعني إنسان كيف يبدأ يصلي يتعادوا قداموا حمار أو كلب أو امرأة صليتوا باطلة معناها لهذه الدرجة في الميراث مثلا في كذا يعني مدامنا احنا ساكتين مدامنا احنا خايفين ما وش بش تبدل واقعنا وبش نقعد وهك كل إنسان تقف معناها شوكة شوكة في حلق الظلم وشوكة قدام عائلتها وتحرر روحها وتحرر بدنها وتعيش تجربتها وتتقاسم هذا الكل مع إنسان هي تختار يا حب ذي لأنه فم احتمال الواحد المرأة طاقة كبيرة متع حب ومتع عطا كن ما جيتش المرأة قوية الطبيعة ما تخلي هيش هي اللي تولد الطبيعة ما تعتي هيش الحيف هذي الطبيعة يعني امتحنت المرأة في برشة معناها حاجات ما تعطتهمش للراجل الراجل مهما يكون يحب يعني يظهر اللي هو كائن قوي واللي هو صلب وحديد وي 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 الراجل هو ام بي بي او اقل حاجة ضعيفة وبسي تايسر قدام قحبته قدام امرأة اخرى اي قوي فهمت لكن قحبته ما ينجمش واجهها تقاه يتمنى في رضاها وتقاه يهرد لها هي وتلقاه يعني يحبها يمود عليها لانها في السهرية معاها في خدمته معاها في حياته الخاصة معاها لانها تواجه لانك تواجه وكتقول له ليه يحترمك بالسفة عليها كيف ما يتعد عليك وما تسكت لوش وتاخو حقك يولي حتى كان انت تاخو موقف وتمشي يحترم المرأة يجي من بعدك احنا لكلنا مساهمين كل واحدة مساهمة ما تحط هدف يعني المجتمع والعائلة واستقل اعمل حياتك وحدك اللي ما ينجم ش يعيش واحده وما ينجم ش يعيش مع العباد واللي ما يش قادرة بش تقوم بروحة وما يش قادرة بش تقوم بعائلة وما يش قادرة بش تربي كيف ما مشيت راهي عادات وتقاليد وكذا متاع حضارات جاء تقبلنا وكل شاي واللينا نضحكوا عليهم فما احنا الدين هذي كنخلي وهي سيدي اقعد المسلمة هذي كروحانيات لكن ما تكونش منافقة ما تكونش منافقة يا اختار بش تكون كاهنة اختار انك بش تعدي عمرك يعني تخدم في النهار بان وفي الليل عاهرة او انك تعيش حياتك وتكون حرة وترتد على الاسلام وترتد على كل ما هو حاجة تقلل من قيمتك احنا اصلنا امازيغ احنا امازيغ احنا يعني عمرنا ما كنا لمسلمين والعرب يعني والمرأة في تونس في تونس كل شي فينا تراجع من اللي احتنا الاسلام وهذا الكل مثلا في الميراث وغيره في الف حاجة من طبع حاجة يعني ترسخة فينا ما يش امتيانا جيبها الاسلام المرأة لازمها تكون مرأة المرأة لازمها تكون قحبة راجلها ووقتها اول حاجة تتخلص من الخوف وثاني حاجة تكتشف جبروت القوة اللي عندها واللي فيها لداخل وتكتشف قيمتها الحقيقية ووقتها تعيش سعيدة ووقتها تكون اهل بش تكون ام الام اللي ما تعتيش من مخها الام اللي ما هيش قحبة في مخها لانو القحبة احنا حتى نقولوها يعني بالعامية قلو انسان عنده قحبة ذك في مخه يعني ذكي المرأة ليش قحبة في مخها وتنجح ما تنجحش حتى مع ولادها ما تنجحش لازمها في مخها وفي بدنها وفي روحها مع رجلها تنجح مع المجتمع تتعب ايه لكن في اللخر في اللخر في اللخر ينحاني وقدمها ويقدروها ويحترموها بس يفعلهم وقدم بنتها نهار اخر اللي هي مرأة كيفها تكون انسانة عندها تجربة تكون انسانة قادرة تحكي في كل شي حتى لو كان انتي مرأة بسيتة مثالش تنجح متعتي في الحاجة اللي انتي فيها كون مرأة كون شريفة في مخك في مواقفك هذا هو الشرف لكن الشرف الاخر راهو فما عديد الانواع متع في جينيتي ومتع عذرية فما عديد الحالات وتنجح متعيش عمرك من العذراء ولكن من بعد تعيش تعيش حتى يعني بش تكون عاهرة لزوجك ما تستطيعش لانو زوجك متنجمش تحكي معاه في هذي متنجمش تقول هذي ومتنجمش ومن بعد انتي عديت عتيت عمرك عتيت عمرك على حسابك انتي الناس ميش بش تقيموا معني ميش بش تقدروا ميش تحسوا حاجة عظيمة لانك نسخة من مجموعة نسيخرين تشبهوا لبعضكم ميش بش يرا فيك كالحاجة التميز وإلا التقلق وإلا الخروج على القطيع وبش تلفت الانتباه وإلا ليش يتعامل معك كأنك يعني كما قال بيجي قايد السبتي ما هي إلا مرأة يعني رئيس دولة يوصل يحكي باللغة هذه فما بالك الرجل البسيط شنو المرأة بالنسبة لي من غير واقعنا أحنا بدينا نساء أحنا المرأة بيدها كل شي والمرأة أقوى ألف مرة من الراجل المرأة هي الأصل وهي الوجود مرأة بكو كريم ويعايشك وشكرا على هذه المقابلة الشيقة وأرجو أن يستفيد منها الجميع ويتعلم ويفكر شكونه هو قبل كل شيء وأي واحد كما قلت لكم ويعود لكم يحب يعبر ويقول رايو مرحبا بي بيش يقول رايو بكل حرية ومعا فيديو قادم وبسلام اشتركوا في القناة